قبل أن نبدأ بالمقطع يا حبايب عندي طلب بسيط لأول مرة تمنى ما تخجلوني سأعطلكم رابط قناة بالوصف قناة تقدم محتوى عائلي كلش خرافي أتمنى تروحون تشتركون بها الصراحة المحتوى كلش متعوب عليه ولكن الدعم عليه ضعيف فأتمنى منكم تروحون تحتلون القناة الخبر الأول اللي عادنا عن وسام تيكيت والتهجم المتابعين عليه واتهامه بالاستغلال اللي ما يعرف القصة فوسام نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات أعلن بها عن عودة فقرة مأفل يعني انتساب فالانتساب هي ميزة باليوتيوب تدفع لصاحب المحتوى مبلغ معين مقابل ميزات منها أنه يطلع جنب اسمك كلمات أو أحرف مثل هذه ما نتطلع قدامكم أو أنه تشوف المقطع قبل نزوله فهو من الأشخاص شافوا أنه هذا الموضوع استغلال من قبل وسام لأنه لازم يدفعوا لعام ويطلعون تعليقهم والمشكلة أنه ميزة الانتساب ما موجودة بأغلب الدول العربية مثل العراق والسوريا وغيرها فهذه من هذول الدول ما رح تطلع تعالقهم بفقرة مأفل بعد رح أعطوكم للسورية تعلمون تفتهمون أكثر شون يقصد وسام أصدقائي بالفترة الجاية رح يكون في فقرات مأفل رح نعمل كتير فقرات مأفل وبالأخص رح أخذ تعليقات من الناس اللي بيكون فيه جنب اسم منتاج مثل هاي التعليقات اللي عم نشوفها قدامنا هلو الاتجام بيطلعوا جنب اسم صاحب التعليق المنتسب للقناة او ازعوا على زر جون أو انتساب بالعربي أو اصحبوا الشاشة لفوق وعملوا الانتساب هناك مادري صراحة يومنا بالكومنتات هل تشوفوا الموضوع استغلال أو من جرد عادي يعني الخبر الثاني اللي عدنا عن ريدر وعيد ميلاده فاليوم هو يوم عيد ميلاده فياسو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تعايد بي ريدر وبنفس الوقت تكتب لي رسالة جميلة حاب يقرأها وقو في المقطع وقرأها بنفسك اما بالنسبة للريدر فكل عام تبخير وان شاء الله مليون سنة ومن نجاح النجاح ولا سنسوني تبارك ولا بالكومنتات الخبر الثالث اللي عدنا عن نور مار وليش هو منزعج ومنذايق فالنور نزل على حسابها بالانستغرام شوية ستوريات اول ستوري ويقول اوك جاييني مصايب بس فرحان وثاني ستوري يقول لما تشوفوني بهذه الحالة عرفوا ان الحياة اططني كف رباعي وبالاخير ختمها بهذا الستوري اللي يقول بي شون السبب اللي هو بما تضايق بسبب اياني واللي هو تضامنة ويالاسلام بقصة مكرون وقصة اللي يعني التهجم على الرسول من هالكلام فراحطوكم الستوريات شوفوها ايش سيحب علينا يا جماعة مع اب حسن نزل لكم عندي نفس بعد ما صارت قصة سيدنا محمد ايك صار هيك علي افضل صارت وتم تسليم ما ادري يا جماعة ما تم عندي نفس متل اولي بس ان شاء الله ان شاء الله الله كفير وراح ارجع لكم وبنفس الوقت اعلن عن اغنية الجديدة اللي على حسب كلام بهذا الستوري انه رح تكون خرافية واقوى من الاغنية الاولى وراح تنتفاجأ فراحطوكم الستوريات شوفوها ما قسما بالله شوفتو اللي راح الغنية اللي راحت انتم صدمتوا منه انه انه راح بغني هيك وهيك اللي جاي اذا ظلطوا اللي بمخي راح تتفاجأوا كتير يعني حكا اكتر من الاولى مع اني متعرفوا انه غنية يعني راح ما راح تتوقعوا الخبر الرابع اللي عدنا عن قمر مار ويارا مار واصابتهم بمرض الكورونا فالله يشفيهم يا رب ويعودون بالسلامة ولا تنسوون تدعو لهم الحبايب بالكومنتات الخبر الخامس اللي عدنا عن اسو دعمها القناة مملكة الخصاص فاستو نزلت على حسابها بالانستجرام شوية ستوريات قالت بها كلام صراحة جدا رائع اول مرة اسمعها شوفو اول شي شكرا 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 ثاني شي اسو افضل اليوتيوبر عراقية بدون احد يناقشني وبس والله هنا وصلنا لنهاية المقطع اتمنى المقطع جاوكم لا تنسوا تحطو لها كنت تشاركو بالقناة تشاركو بالقناة اتشاني يكون فايزة مقاتبة مملكة الخصاص ادري شوي تاخيرت بالمقطع بس يلا ومشون اياه تشاركو بالقناة